السلام عليكم المغناطيس يجد بالأشياء المصنوعة من حديد مثل الدبوس المسمار المصطرة الحديدية درسنا لهذا اليوم هو قوة المغناطيس للمغناطيس قطبان ماذا يعني قطبان؟ أي لكل مغناطيس له أطراف ننظر إلى هذا المغناطيس هذا يسمى طرف وهذا طرف ولكن عندما نقول للمغناطيس تسمى قطبان فنقول هذا قطب وهذا قطب هذه الأقطاب لها أسماء أولا القطب الشمالي ويرمز له بالرمز N والقطب الجنوبي يرمز له بالرمز S إذن نكرر مرة أخرى المغناطيس له قطبان قطبان أي أطراف المغناطيس هذا القطبان قطب شمالي يرمز له بالرمز N والقطب الجنوبي يرمز له بالرمز S الآن تنشأ قوة تنافر بين قطبين متماثلين إذا اقترب أحدهما من الآخر أي عندما نقوم هناك بتقريب مغناطيسين أطراف المغناطيس متماثلة أي متشابهة ماذا سيحدث عند تقريب مغناطيسين أطرافها متشابهة ستنشأ بينها قوة تنافر ماذا تعني قوة تنافر أي قوة ابتعاد ستبتعد هاتين المغناطيسين عن بعضهما ننظر إلى هذه الصورة أولا هنا هذا القطب شمالي وهنا هذا القطب شمالي الآن سنقوم بتقريب هاتين المغناطيسيين قلنا الأقطاب متشابهة هنا شمالي وهنا شمالي عند تقريب مغناطيسين تكون الأقطاب متماثلة أو متشابهة يحدث قوة تنافر أي سيبتعدان عن بعضهما أيضا ننظر إلى هذا المغناطيس هنا القطب عند هذا المغناطيس هو قطب جنوبي أيضا القطب عند هذا المغناطيس هو قطب جنوبي على الرغم من أنهما متشابهان أقطابهما جنوبي ولكن تنشأ بينهما قوة تنافر أي يبتعدان عن بعضهما البعض أيضا ننظر إلى هنا هنا لون أحمر أو هنا لون أحمر يعني نفس اللون أيضا متماثلات بنفس اللون تنشأ قوة تنافر قوة ابتعاد ننظر إلى هنا هنا لون أزرق وأيضا هنا لون أزرق لأنهما متماثلات يبتعدان عن بعضهما البعض تنشأ قوة تجاذب بين قطبين مختلفين إذا اقترب أحدهما من الآخر ننظر إلى هذه الصورة أولا قلنا سنقوم الآن بتقريب قطبين مختلفين أي واحد يقوم قطب شمالي والآخر جنوبي أو العكس جنوبي والآخر شمالي عندما نقوم بتقريب القطبين مختلفين تنشأ بينهما قوة تجاذب ماذا تعني قوة تجاذب؟ أي هذين المغناطيسيين سوف يمسكان مع بعضهما ننظر إلى هذه المغناطيسية هنا القطب هنا قطب شمالي والقطب هنا قطب جنوبي نلاحظ هنا قطبان مختلفين أيضا هنا لون أحمر وهنا لون أزرق أيضا قطبين مختلفين عندما تكون الأقطاب هنا مختلفة تنشأ قوة تجاذب نلاحظ هاتين المغناطيسيين قد أمسكوا مع بعضهما انجذبوا مع بعضهما أيضا ننظر إلى هنا هذا القطب يسمى جنوبي وهذا القطب يسمى شمالي نلاحظ هذين القطبين مختلفان أيضا هنا لون أزرق وهنا لون أحمر أيضا الألوان مختلفة عندما تكون الأقطاب مختلفة تنشأ قوة تجاذب أي سيمسكان مع بعضهما نلاحظ هنا المغناطيسيين قد مسكوا مع بعضهما أي الأطراف مسكت مع بعض إذن نكرر مرة أخرى قلنا تنشأ قوة تنافر بين قطبين متماثلين إذا اقترب أحدهما من الآخر فنقول إذا كان الأقطاب شمالي شمالي إذن ستحدث قوة تنافر وإذا كانت الأقطاب جنوبي جنوبي ستحدث قوة تنافر أي يبتعدان عن بعضهما البعض أيضا تنشأ قوة تجاذب بين قطبين مختلفين إذا اقترب أحدهما من الآخر أي قطبين مختلفين أي قطب شمالي وقطب جنوبي أو قطب جنوبي وقطب شمالي ستكون هناك قوة تجاذب أي سيمسكان مع بعضهما البعض لأن الأقطاب كانت مختلفتين هيا نتعرف على قوة تنافر أو قوة تجاذب في هذه الصورة ننظر هنا إلى هذا المغناطيس هذا القطب قطب شمالي وأيضا هنا قطب شمالي سنقوم بتقريب هذين القطبين من بعضهما أو هنا هذا القطب جنوبي وهذا القطب جنوبي أيضا سنقوم بتقريبهما من بعضهما الآن هنا الأقطاب متماثلة عندما تكون الأقطاب متماثلة ماذا سيحدث؟ سيحدث قوة تنافر إذن عندما كانت الأقطاب متماثلة شمالي شمالي أو جنوبي جنوبي إذن هنا حدثت قوة تنافر أي قوة ابتعاد ننظر إلى المغناطيس هنا هذا القطب شمالي وهذا القطب جنوبي هنا القطب جنوبي وهنا القطب شمالي نلاحظ الأقطاب هنا مختلفتان عندما نقوم بالتقريبهما مع بعضهما يحدث بينهما قوة تجاذب لماذا حدثت قوة تجاذب؟ لأن الأقطاب هنا مختلفات إذن نكرر مرة أخرى هنا في الشكل الأول هنا كانت الأقطاب متشابهة فنشأت بينهما قوة تنافر أي هذه الأقطاب أو الأطراف ستبتعد عن بعضهما ننظر إلى هنا هنا الأقطاب هنا الأقطاب مختلفة الأقطاب مختلفة تنشأ قوة تجاذب أي هذا القطب سيقوم بمسك مع هذا القطب وكذلك هذا القطب سيمسك بهذا القطب لأن الأقطاب مختلفات إذن تنشأ بينها قوة تجاذب الآن سنقوم بحل تمارين الكتاب صفحة 28 أتأمل الأشكال الآتية ثم أضع صحف المربع الذي يحدده تجاذب المغناطيس أو تنافرهما في كل حالة ننظر إلى رقم 1 هنا قطب شمالي وهنا قطب شمالي نلاحظ أن الأقطاب هنا متشابهة قلنا عندما تكون الأقطاب متشابهة إذن تنشأ بينها قوة تنافر ثنان ننظر إلى هذا القطب قطب جنوبي وهنا قطب شمالي هنا القطبان مختلفان عندما تكون الأقطاب مختلفة تنشأ بينها قوة تجاذب ثلاثة ننظر إلى هذا القطب هنا القطب شمالي وهنا القطب جنوبي هنا أيضا الأقطاب مختلفات عندما تكون الأقطاب مختلفة إذن تنشأ بينها قوة تجاذب أربعة هذا القطب جنوبي وهنا القطب جنوبي نلاحظ أن هذه الأقطاب متشابهة وقلنا عندما تكون الأقطاب متشابهة تنشأ بينها قوة تنافر خمسة هذا القطب جنوبي وهنا القطب شمالي أيضا على الطرف الآخر هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي عندما أقوم بتقريب الشمالي مع الجنوبي نلاحظ الأقطاب مختلفة أو نقوم بتقريب الجنوبي مع الشمالي أيضا الأقطاب الأقطاب مختلفة إذن تنشأ بينها قوة تجاذب ستة هنا نلاحظ هذا القطب جنوبي يقابله قطب جنوبي هنا قطب شمالي يقابله أيضا قطب شمالي إذن الأقطاب هنا كل واحدة يقابلها قطب يشابهها عندما تكون الأقطاب متشابهة تنشأ بينها قوة تنافر سبعة هنا القطب جنوبي يقابلها قطب شمالي أو هنا قطب شمالي يقابلها قطب جنوبي نلاحظ أن كل واحدة يقابلها قطب مختلف إذن الأقطاب هنا مختلفة تنشأ بينها قوة تجاذب إذن في درسنا لهذا اليوم تعلمنا أن الأقطاب المتشابهة تحدث بينها تنافر والأقطاب المختلفة يحدث بينها تجاذب إلى هنا يا أحباء الصغار انتهى درسنا لهذا اليوم